اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لاحترام القانون بإفاد لجنة مركزية ومراجعة كاميرات المراقبة لتأكد مما يتم تداوله السجناء استنكروا هذا الفعل وأيضا الموظفين بنفس المؤسسة السجنية ما عجبهمش الحال بهذا التصرف من طرف المدير خارج ضوابط المعمول بها في تسير وتدبير المؤسسة السجنية فلذلك أصبح سجناء عكاشا يطلقون على مبدع لقب خاص وهو مرتبط بشخصية معروفة في المكسيك وكان المطلوب الأول لدى الولايات المتحدة ليضيف إليه سجناء عكاشا عبارة مول الغزلان يعني إخواني أخوتي السجناء في سجن عكاشا بمدينة الدار البيضة تلقوا هذه الكلمة مول الغزلان على السهم محمد مبدع الإمبراطور في النهب والصريق والشفرة إدارة السجن المحلي بعين سبع إخواني أخوتي خرجت بواحد البيان توضيحي بهذا الخصوص ديال أن السي محمد مبدع كي يتمتعب بالحرية دياله داخل السجن وعلى أنه مخصي له واحد الغرفة في المصحة وكذبت إدارة السجن المحلي بعين سبع ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وفي بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تمتيع السجن محمد مبدع المعتقل احتياطيا بالسجن المحلي بعين سبع بمعاملة تفضلية من طرف مدير السجن فمن خلال تصريح ديال إدارة المؤسسة السجنية في بيان توضيحي بهذا الخصوص على أن ما تم تداوله وما تم نشره بخصوص تمتيع السجن محمد مبدع بمعاملة تفضلية خبر لا أساسه له من الصحة وأن الوضع دياله بمصحة المؤسسة كان بسبب أمر منطبيب دياله باش يتأكد من الوضع دياله الصحي لأن السجن محمد مبدع صرح على أنه كيعاني من أمراض مزمينة وأنه سبق له الخضوع لعمليات جراحية كثيرة ليتقرر الوضع دياله بمصحة المؤسسة من أجل التتبع والمراقبة ديال الطبيبين دياله فالإدارة المعنية كان في جميع الإدعاءات المنشورة بخصوص تواصل ديال السجين محمد مبدع والسجين الحسن التازي الطبيب ديال الجميل المعتقل بنفس المؤسسة على خلفية ملف آخر واللي هو الاتجار بالبشر فكتنفي إدارة السجن على أن محمد مبدع والسجين الثاني الحسن التازي على أنهم كيتواجدوا في واحد زنزانة مشتركة فكتأكد إدارة السجن على أن كل منهما يقيم في حي بعيد عن الآخر وكتأكد إدارة السجن من خلال هذا البيان التوضيحي على أن إشاعات كثيرة تتلقت في هذا الموضوع هو أن تزويد محمد مبدع بهاتف نقال فهي من وحي خيال المرويجين ديالا علما أن المعني بالأمر كيتصل بالأسرة ديالا عبر هاتف المؤسسة كما أنه استقبل زيارة عائلية بالقاعة المخصصة لذلك شأنه شأن باقي السجناء وخلص البيان إلى أن إدارة المؤسسة تنبه المواقع التي روجت لمثل هذه الأخبار الكاذبة إلى عدم التمادي في ترويج مثل هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة فالحاجة الوحيدة إخواني أخواتي التي تردت الانتباه لبثاف ديالناس هو أنه شفنا بثاف ديال هاد الفاسيدي الكبار اللي كي حصلوا قيطة كيف مكان قولوا شافرين ودينا نرزق عباد الله ودينا نرزق ديال الدولة اللي حتى كيتم الاعتقال ديالهم عادة هما كيمرضوا كيوليوا فيهم جميع الأمراض بكل أنواعها وأشكالها ومنين كيكونوا كيصرقوا وكيشفروا وكينهبوا وكيأكلوا رزق الدولة ورزق الشاب تيكونوا صحح فصح وفراعينة وما كيعرفوش المرض منين كان كيضرب في الغزال مش شوي الغزالة واقفة هكاكو كيقطع فيها 56 غزالة اللي مشات هكاك هباء منطورة منين كان خاشي وجو في الغزال ما كان ديكس على مريض ولا فيه كوليستيرول ولا فيه سكار ولا فيه أمراض مزمينة هذيك ساعة كان صحح فصح لحول ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإلا كان هاد المتهم بالفساد بالصح مريض ومقدع لواله وهو عايينه مسخصخ ودائما في العمليات الجراحية وفيه أمراض اللي هي مزمينة إيوا علاش كي تشبت برئاسة لجنة العدل وحقوق الإنسان بالبرلمان واش عندكم شي تفسير يا هادو اللي كيدا في علاية العفاريت لأنه فعلا النهار اللي كان في البرلمان هاد سيد هذا كان بصحة جيدة وسلامة او منين دخلت السجن عاد ولا كيت مرضا على عباد الله ولا سيد دير عمليات ولا ما قاد علاوه او مني كنتو كتشفروا وكتنهبوا فرزق اللي ما شديالكم ما كنتوش كتفكروا لهاد النهار غادي نبقاو في إطار الشفرة والنهب إخواني أخواتي مجلس الحسابات كيكشف الكتير من التلعبات في تصاريح ممتلكات سياسيين يعني إخواني أخواتي أي برلماني ما كشفش على الممتلكات دياله سيحال على القضاء كتقول زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات على أن الملزمين من فئة منتخبية الجماعة الترابية أو الغرف المهنية أو الموظف أو العون الذي لم يقم بتسوية وضعيته في أجل ستين يوم من طاريخ توصله بالإنضار يتعرض للعزل من عضوية مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية وذلك بمرصوم معلل لرئيس الحكومة أو يتعرض للعزل من الوظيفة أو فصخ العقدة من طرف السلطة الحكومية التي لها حق في التأديب فكتأكد رئيسة مجلس الحسابات العدوي خلال تقديمها تقرير المجلس برسم سنة 2021 بمجلس النواب يوم الثلاثة على أن الأمر فشكي تعلق بعدم تصريح بمناسبة انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب من الأسباب من غير الوافاة فكتم إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كتأكد رئيسة مجلس الحسابات على أن عضو مجلس البرلمان الذي لم يسوي وضعيته رغم تواصله بالإنضار غير تعرض لفقدان الصفة البرلمانية بقرار تتخذه المحكمة الدستورية وعندما يتعلق الأمر بالإخلال بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام كتم إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة للبحث في ذلك وكتأكد زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات على أن المجلس قام خلال سنة 2021 بفحص عين من تصريحات المودعة لديه من أجل النظر في كيفية تعبئة نموذج التصريح بالممتلكات وتتبع ومقارنة البيانات المضمنة به ومدى انسجامها من حيث الشكل فكتأكد على أن المجلس سجل ملاحظات كتعلق بتناقض بين التصريح المتتالية لنفس الملزم وتأويلات متبينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطايات وكذا عدم وضوح ومقرؤية البيانات المدرجة وكتأكد العدوي على أهمية إعادة النظر في نموذج تصريح المعتمد حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب من طرف جميع الملزمين قصد الحد من هامش تأويل والاختلاف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التصريح فمن الواجب العمل على اعتماد التعبئة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات قصد تسيير معالجات ومراقبة عدد أكبر من التصريحات وتسيير الولوج إلى قواعد المعطايات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية للتبادل الإلكتروني للمعطايات مما من شأنه الزيادة في سرعة وفعالية البحث والتحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها يعني إخواني أخوتي غايولي كل شي معروف عليه من أين له هذا أي واحد يملك شي حاجة اللي يجعلها تكون عبكالة عند هاد السياسيين البرلمانيين خاصه يصرح بها وخاصه يجيب وطائق اللي كانت تتبت على أنه ذوك الممتلكات كل هاد ياولو ومن أين له هذا أو غايب قوي يضربوا لي في واحد العمليات حسابية أو باش يعارفوا واش هاد الشي ديالو من رزقه حلالا طيبا يا رسول الله أو لذا كش يمكوفوش عليه من طرف الدولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة